أستاذ عصام خليني أبدأ مع حضرتك تقييم بقى للأجواء المصاحبة لنهائي كأس مصر هذه البطولة الكبيرة والعريقة طبعا أجواء الحقيقة كلنا سعدة بيها أجواء كمان يعني لازم نشكر عليها المنظمين والأشقاء في المملكة ادونا يعني ما نستحقه بكل حب وقالوا أن ده الكلاسيكو الأكبر والأهم تاريخيا وقالوا كمان أن كأس مصر البطولة الأعرق عربيا وقريا مشكورين في حالة الحب واستنفار كل جهودهم الحقيقة لإخراج يعني نهائي ده لازم نقول عليه نهائي القرن يعني وكأس مصر بنهاي القرن المحلي المحلي يعني بين الأهل والزمالك وبالتالي أجواء أعتقد أنها احتفالية يكفي أن يعلن يعني السيد تورك على الشيخ أنه في وجود تنظيم من الشركة اللي هذا تذكرت مؤسساتنا الوطنية العظيمة مليون ومئتين ألف دخلوا فيه دقايق الأولى قبل ما النظام يعني ينزلوا أبو داون تاني ثم حتى ما كتابوا الخاص يجيلوا يعني ربعمائة ألف وحاجة دعوات من الناس محتاجة يعني مجاملات يعني الحقيقة الاستعداد على القدم وصاق وكمان الزمالك وقد ذهب إلى هناك الأهل يستعد فيه ساعاته الأخيرة في القاهرة يعني قبل الذهاب لا الكل شايف وحاسس أن هناك حيث يعني ما يسمى موسم الرياض خط نهاية لموسم السنة يعني هيكون بطعم مختلف هيكون بطعم فيه قوى نعمة عربية باعتبار أن المنظم سعودي وأن يعني فرصائر رهان مصريين الكل كليلة عرب في عرب يبقى بقى توفيق ربنا أن لعب الفريقين يقدموا وجبة تستحقق كرة المصرية أنا واثق أن ده بإذن الله هيكون شأن اللاعبين من الناحة الفنية طبعا والنتائج بقى تبقى يعني معلقة بالاجتهاد والاجتهاد يعني ليس عيبا يعني لأنه في الآخر دي حاجة ملايش دعب الاحتفاليات ليها دعوة بحجم الجهد قال مبزول وأتصور أنه في النادي الأهلي الكل كليلة يعني يلعب على أنه حتى مسألة اللي هو أحسن لعب دي علمت يعني بلغة الصحافة أن اللاعبين على الكارت خالد بيبو الكل كليلة قال أنه لو قدر أنه يبقى أحسن لعب فيكون فريق النادي الأهلي ما يكونش لعب يعني بعينه يعني وده إحساس دائم يعني التواجد في صفوف الأحمر الأهلاوي تبقى بقى دعوتنا أنه يوفق الناس اللي بزلوا كل هذا الجهد واللي محدش بيسدى أنه لعب 27 مرتش بينما الآخرين لعب 14 وكأنه 27 مرتش دول ما كانوش في بطولات رسمية يعني كانوا حاجات سرية بالضبط يعني إيه علشان بس للإنصاف كل هذا الجهد من كل القطاعات بدءا من مجلس إدارة حتى الصفر للمناسبات يكون بالدور وليس لها بأقدمية العضوية ولا حتى بنجومية النجوم ولا بأي شيء بأنك ترسي في مؤسسة اسمها النادي الأهلي شوز محمد عايز حضرك عن الإنعكاس المنشود الحقيقة من الناحة الاقتصادية من الناحة الترويجية لمثل هذه المباراة وأنعكاسها داخل المماركة العربية السعودية وهنا في مصر خلال الفترة القادمة طبعا الحقيقة أننا نحن أمام نهاية استثنائي استثنائي غير مسبوق لم يكن بأي شيء استثنائي لأنه برا مصر الأول مرة من سنة 1927 أو البطولة التي تكسبها كانت 27-28 كانت انطلقت لأول مرة هذه البطولة تخرج فده يبقى حدث استثنائي غير مسبوق استثنائي في جوائز المالية لأول مرة بنشوف جوائز المالية بهذا القدر وهذا الحجم النهاية وده مرضود اقتصادي عظيم سواء على الأندية عندما كنتم تلعب في بطولة مجموعة جوائزة لو فزت بالبطولة تقريبا يصل إلى مليون دولار أعتقد رقم مهم جدا يدخل خزينة البطل الوصيف تقريبا مش قلي من 50 ألف دولار جائزة كمان لأفضل لعب جائزة أفضل لعب 50 ألف دولار ده غير جوائز الجمهور اللي تصل إلى 60 ألف دولار عواد اقتصادية عظيمة جدا على الأندية وعلى الجماهير بشكل غير مسبوق الحدث نفسه في الملعب نفسه اللي قام في المباراة بشكل غير مختلف البس التلفزيوني والنقل التلفزيوني بأربعين كاميرا مثلا وكاننا أمام نهاية كاس عالم في الاهتمام ومن قبل المنظمين الحقيقة حاجة محترمة جدا حاجة قيمة جدا نتمنى أن البطولة تخرج بالمستوى ده يكون اللي جوى الملعب المحتوى بقى الأساس اللي احنا بنعمل عليه انا كنا نستنينه ايوان عزي الكواليتي اللي في الملعب ده ويكون ان شاء الله على نفس القدر وأنا بتوقع أن ده تكون مباراة كبيرة جدا دايما مباراة أهل والزمالك بغض النظر عن الفوارق اللي بتكون بين الفريقتين قبل المباراة أو وضعية الفريقين في جدوى للدور اللي هم التقريب المسابقة المحلية أو على المستوى الأفريقي بشكل عام يعني أهل والزمالك أو قوية الأيباء دايما مباراة أهل والزمالك بكلها طبع خاص مستوى خاص لأن تعافي الأهل والزمالك جزء من ثقافة الشعب المصري جزء من نسيج الصعب المصري جزء من الفلكلور دايما موجود لا حديث يعلو على مباراة الأهل والزمالك حتى في الرياض يمكن نتواصل مع أخوة تحفين علمين سعوديين هناك أو مصريين مقومين هناك هناك اهتمام كبير جدا في الرياض لا يقل عن الاهتمام الموجود في مصري بجزء المباراة يتسلمون عن الأهل والزمالك وعن اللجوم وعن الحضر وعن الغاب متابعة مهمة جدا ومتابعة قوية جدا أعتقد أنها هيكون نهاية استثناء نهاية مختلف نتمنى إن شاء الله أن يخرج بشكل يليق بنا شكل فني بدني أخلاقي سلوكي شكل جمهير في المدرجات أعتقد أن لو عندنا مدرج يسع 200 ألف أعتقد أن تذاكر برضو كنت تنفذ بنفس الوحي طبعا يعني فواية كتيرة جدا وخامة كبيرة جدا وتجربة جديدة جدا أتمنى أن يتحقق لها النجاح الكامل وإن شاء الله يتحقق لها النجاح ترجمة نانسي قنقر